اشتركوا في القناة في تطوير الجغرافية السياسي النهاردة بنستعرض عالم جديد من العلماء الذين أدوا وعملوا على تطوير الجغرافية السياسي النهاردة لقاءنا مع العالم الألماني فريدريك ريتزل طبعا قبل ما هشتغل فيه هذا العالم عايز أقول أن كل عالم بيمثل مدرسة معينة دلوقتي فريدريك ريتزل وبنقول على طول إسهامات المدرسة الألمانية في تطوير الجغرافية السياسي طيب فريدريك ريتزل ده بيعتبر الميلاد الحقيقي للجغرافية السياسية على يده ليه؟ لأنه أول من وضع أول مؤلف علمي عن الجغرافية السياسية يحمل اسمها الله طب أنا هنا مضطر رأف الله أم الشغل أرستو كان إيه؟ وشغل ابن خلدون كان إيه؟ لا أرستو وضع كتاب عام اسمه السياسة ومن خلاله تحدث في الجغرافية السياسية بجانب علوم أخرى كذلك ابن خلدون وضع كتاب اسمه مقدمة التاريخ تناول فيه مجموعة من العلوم ومن ضمنها الجغرافية السياسية أما ريتزل بيتفرض بشيء أنه أول من وضع مؤلف علمي عن الجغرافية السياسية يحمل اسمها يعني كتاب متخصص في الجغرافية السياسية فريدريك ريتزل اعتبر في هذا الكتاب أن الدولة بمثابة كائن حي تنطبق عليها قوانين الميلاد والنمو والوفاة طيب يبقى هو قال أن الدولة كائن حي تنطبق عليها تلت قوانين ميلاد ونمو ووفاة طيب والراجل قال لي أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراعات السياسية بين الدول وده الحقيقة أننا النهاردة لو بصينا للحروب الحروب دي زي ما ناخد إن شاء الله في الوحدة التانية بإذن الله تعالى رسم الحدود السياسية هناك عوامل أدت إلى رسم الحدود ومن هذه العوامل الحروب الحروب هتؤدي إلى رسم الحدود السياسية على أساس حدود الغالب والمغلوب وحدود الغدنة التي أصبحت حدود سياسية في مراحل لاحقة يعني معنى ذلك الحروب قدت لغالب ومغلوب ومعالى ضقها تم رسم الحدود السياسية يبقى بسرعة تاني كده فريدريك ريتزل ده بيعتبر الميلاد الحقيقي للجغرافية السياسية على يده ليه؟ لأنه وضع أول مؤلف علمي عن الجغرافية السياسية يحمل اسمه وفي هذا الكتاب اعتبر أن الدولة بمثابة كائم حي بتنطبق عليه قوانين الميلاد والنمو والوفاء وقال أن القريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة للصراعات السياسية بين الدول وبنظرة كل من ابن خلدون وفريدريك ريتزل نجد أن هناك سؤال بيطلع لنا دلوقتي يقول لي وضح أوجه الشبه بين أفكار ابن خلدون وأفكار ريتزل أو يجيب السؤال بصغة تانية زي ما معروض قدامنا دلل على صحة هذه العبارة خير يا رب تشابهت أفكار ابن خلدون مع ريتزل في بعض الأمور أبتدي أرد عليه وأقول له كلاهما اعتبر أن الدولة بمثابة كائن حي درد ممكن أقول كلاهما وضع إطار عام للدولة ووضح فيه مراحل تمر بها الدولة وقل له ابن خلدون قال في الإطار العام بتاعه أن الدولة بتمر بأربع مراحل النشأة والثبات والنطجة والدمحلال أما ريتزل اعتبر أن الدولة كائن حي بتنطبق عليها قوانين الميلاد والنمو والوفا ده بالنسبة لأفكار ريتزل وتشابهها مع ابن خلدون على كل حال استمرت إسهامات العلماء في تطوير الجغرافية السياسية إلى أن ظهر مفهوما جديدا المفهوم الجديد اسمه الجيوبوليتيك طيب الجيوبوليتيك ما المقصود بالجيوبوليتيك؟ قال لي الجيوبوليتيك ده علم بيقوم أو قام هذا العلم على يد العالم السويدي تاني هذا العلم قام على يد العالم السويدي رودلف كيلين طيب الجيوبوليتيك بتقوم بتوضيح تأثير المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية في السلوك السياسي للدولة أو في سياسة الدولة الخارجية تاني تأثير المقومات الجغرافية والبشرية والاقتصادية في سياسة الدولة الخارجية أي أن الدولة بتستخدم قوتها لتحقيق هدفين؟ هدف داخلي وهدف خارجي الهدف الداخلي هو تحقيق الوحدة والانسجام بين أبناء الشعب الواحد أما الهدف الخارجي أن الدولة بتستخدم قوتها وتتوسع للحصول على حدود طبيعية جديدة يعني الدولة بتتوسع على حساب أراضي الدول المجاورة طيب دلوقتي يا جماعة في حاجة حصلت في الفترة من الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية التانية حدث خلط بين الجغرافية السياسية والجوبروتيك واعتبروا أن كلاهما علما واحدا قبل ما جاوب هذا السؤال دلوقتي فيه وضوح تام أن هناك فرق بين الجغرافية السياسية والجوبروتيك لو أنا بصيت للجغرافية السياسية هلاقيها أنها بتدرس الدولة كما هي أي ككيان استاتيكي سابت درس الدولة كما هي أي ككيان استاتيكي سابت أما الجوبروتيك ده اعتبرت أن الدولة كائن حي بتنطبق عليها قوانين الميلاد والنمو والوفاء الله يعني معنى ذلك أن الدولة بتتوسع على حساب أراضي الدول المجاورة دلوقتي زي ما شفنا أن هناك خلط بين الجغرافية السياسية والجوبروتيك في الفترة من الحرب العالمية الأولى إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية التانية ما الأدلة التي تثبت صحة هذه العبارة؟ قال لي إثبات صحة هذه العبارة يظهر من خلال التوسع الإقليمي والغزو الاستعماري طيب هل ألمانيا فصرت مفاهيم ريتزل بصورة صحيحة؟ لا ده ألمانيا قامت بتفسير أفكار ريتزل بصورة خاطئة وبررت توسع أراضيها على حساب أراضي الدول المجاورة باعتبرها المجال الحيوي لها هم خدوا أفكار ريتزل وقالوا أن الرجل ده قال أن الدولة كائن حي الكائن الحي يعني بينطبق عليه قوانين ميلاد ونمو ووفاء قالوا أن الدولة بتنمو يبقى الدولة بتنمو مفكروش أبدا أن نمو الدولة ممكن يكون نمو سياسي ممكن يكون نمو ثقافي ممكن يكون نمو اقتصادي لا هم بصوا على أن نمو الدولة نمو في المساحة يبقى الدولة بتنمو على حساب أراضي الدول المجاورة باعتبرها المجال الحيوي لها يبقى في خلط حصل ما بين الجغرافية السياسية والجو بوليتيك وقلت الألمان فصروا ما فيم ريزل بصورة خاطئة عندي سؤال زي ما هيظهر قدامنا على الشاشة بيقول لي ما أثر التغيرات التي طرأت على خرطة العالم السياسية بالنسبة للجغرافية السياسية طب ما نقول السؤال بصيغة تاني وضح العلاقة بين التغيرات التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة والجغرافية السياسية هابتدأ أقول له أدت هذه التغيرات إلى انتعاش الجغرافية السياسية وبدأت تأخذ طابع العالمية والشمولية أنا هايز أوضح جدا تاني السؤال العلاقة بين التغيرات السريعة اللي العالم بيشوفها على الجغرافية السياسية على الجغرافية السياسية وقلنا طبعا أن في الوقت ده انتعشت الجغرافية السياسية واخد الطابع العالمية والشمولية ننتقل لنقطة جديدة مجالات الجغرافية السياسية يا جماعة احنا حطين قاعدة من الأول من الفترة اللي فاتت قلت أن محور اهتمام دراست الجغرافية السياسية دراست الدولة يبقى الدولة هي الشغل الشاغل لدراست الجغرافية السياسية السياسية طيب مجالات الجغرافية السياسية اللي انت عندك فيه مجالات قديمة وهتظهر لنا مجالات جديدة خليني الأول في المجالات القديمة المجالات القديمة للجغرافية السياسية عددهم ثلاثة أولا دراست الوحدات السياسية واحنا قلنا لفظ الوحدة السياسية أو الظاهرة السياسية ممكن يتطبق على الدولة المدينة القبيلة يتطبق على التكتل الاقتصادي يتطبق على الحلف العسكري أي جزء من العالم لمساحة ولحدود طيب يبقى أول مجال أديم للجغرافية السياسية دراسة الوحدات السياسية اتنين لدراسة العلاقات السياسية تلاتة دراسة المشكلات السياسية المختلفة دول المجالات الأديمة للجغرافية السياسية ولكن هناك تغيرات سريعة شهدها العالم في الفترة الأخيرة طب يترى تأثير هذا على الجغرافية السياسية التغيرات اللي شهدها العالم بالنسبة للجغرافية السياسية نقول نخد الطابع العالمي الشمول وأدت لاتساع مجالات الجغرافية السياسية يبقى اتسعت مجالات الجغرافية السياسية بناء على التغيرات السريعة التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين ممكن نستبدل نقول في التلاتين سنة الأخيرة ممكن نقول في الفترة الأخيرة يا ترى أسر التغيرات هنقول أدت إلى اتساع مجالات الجغرافية السياسية أنا عندي تلات مجالات أدامة دراسة الدولة ودراسة المشكلات السياسية بين الدول وأبلها دراسة العلاقات السياسية بين الدول ولكن المجالات الجديدة بقينا نضم مجالين جدد أولا التحليل السياسي للقوة والتاني سياسة النظام العالمي الجديد وما ينتج عنه من تغيرات طيب لو أنا بصيت لدراسة الدولة هو السؤال دلوقتي ما إحنا عارفين إن الدولة دي محور اهتمام دراسة الجغرافية السياسية طيب يا ترى يا جغرافية سياسية إيه منهجك في دراسة الدولة يعني إيه هي طريقة الجغرافية السياسية في دراسة الدولة طيب أنا عندي الجغرافية السياسية بتدرس الدولة من أربع نقاط أولا تقوم بدراسة الدولة من ناحية الخصائص الطبيعية موقع مساحة تدريس مناخ أدي واحد اتنين بتقوم بدراسة الدولة من ناحية الخصائص البشرية اللي هي أول حاجة عدد السكان والأنشطة الاقتصادية تلاتة دراسة وتحليل قوة أو ضعف الدولة من خلال مقومتها الطبيعية والبشرية وأخيرا بتقوم بدراسة السياسة العامة للدولة وعلاقتها الخارجية يبقى أنا دراسة الدولة من خلال أربعة زوايا أول نقطة زي ما قلنا دراسة الدولة بمقومتها الطبيعية والطبيعية موقعهم ساحة وتدريس مناخ ودراسة الدولة من ناحية المقومات البشرية أو الخصائص البشرية عدد السكان والأنشطة الاقتصادية التلتة دراسة وتحليل قوة أو ضعف الدولة من خلال مقومتها الطبيعية والبشرية ورابع نقطة السياسة العامة للدولة وعلاقتها الخارجية طيب تاني مجال في المجالات الجديدة التحليل السياسي للقوة طيب المجال ده بيتركز دور الجغرافية السياسية في هذا المجال عالم دراسة أبعاد الصراع بين القوة المتنفسة على مصرح السياسة العالمية تاني دراسة أبعاد الصراع بين القوة المتنفسة تعالوا نضرب مثال عشان ما نحفظ الشيء احنا مش بنحفظ احنا بنحاول نفهم ونتعامل مع الشيء بالفهم بيقول لدراسة أبعاد الصراع بين القوة المتنفسة لو أنا افترضت أن قدامي خريطة للعالم الخريطة للعالم فيه صراع ما بين دولتين الصراع ما بين الدولة ألف والدولة بيه هقدر أحددهم على الخريطة طيب فيه دول دخلت مناصرة للدولة ألف ودول أخرى دخلت مناصرة للدولة به يبتدي تدخل هنا دور الجغرافية السياسية تدرس الصراع كان بين كم دولة في الأصل؟ دولتين طب يا طرف الصراع ده ظل بين الدولتين ولا مساحة الصراع التسعة قال لي ده مساحة الصراع التسعة بسبب تدخل دول جديدة فهنا بيجي دور الجغرافية السياسية فيه التحليل السياسي للقوة دراسة أبعاد الصراع بين القوة المتنفسة على مصرح السياسة العالمية ده المجال الجديد بعد مجال قديم اللي هو دراسة الدولة تعالوا خش للتالت اللي لازم نقف معه جامد جدا بيقول لي سياسة النظام العالمي الجديد وما ينتج عنها من تغيرات خليني أسألك سؤال والشاطر اللي هيقدر يرد عليها في ثانية النظام العالمي الجديد بدأ امتى؟ آخر فكرة ترح فيها النظام العالمي الجديد أنا ابتدأ فكر آه ده انت علمتنا في الحلقة السابقة أن العالم لازم يبقى فيه قواتين عزمتين طب آخر قواتين عزمتين كانوا موجودين هي الولايات المتحدة الأمريكية وكان قصدها الاتحاد السوفيتي طب الولايات المتحدة تزعمت الكتلة الغربية من العالم بالنظام الرأسمالي اللي هي متبنياء أما الاتحاد السوفيت السابق تزعم الكتلة الشرقية من العالم بالنظام الشيوعي اللي هي متبنياء إذن دلوقتي فيه صراع ما بين الكتلة الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الشرقية الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي كلنا شفنا انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينات القرن العشرين طب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قلت أنا في لقاءنا الماضي انفرضت الولايات المتحدة بزعامة العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا وكل حاجة طب سؤال بسيط طب الدول اللي كانت بتتبع سياسة الاتحاد السوفيتي السابق مصرها ايه اصبحت دلوقتي لوحدها الله طب من الولايات المتحدة عايزة تمد نفوسها جهة الشر زي ما ناخد الشئ ده بالتفصيل في ان شاء الله في الوحدة الرابعة تمام فبدأت الولايات المتحدة تستقطب لنظامها الدول المتفككة من الاتحاد السوفيتي والدول اللي كانت بتتبع سياسة الاتحاد السوفيتي السابق الله يبقى عايزة تفرد عليهم النظام الرأسمالي يبقى نطلع بالمعلومة بسرعة بدأ النظام العالمي الجديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم دي نقطة طيب السؤال ما الذي يهدف اليه سياسة النظام العالمي الجديد خلي بالك نظام العالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة صاحبة الفكر الرأسمالي والدول اللي تبعها قالك اللي بيهدف اليه النظام العالمي الجديد هو سيطرة الدول الرأسمالية على مقدرات امور دول العالم الثالث يبقى النظام العالمي الجديد عاوز الدول الرأسمالية عايزة تفرط كل سيطرتها على كل امور دول العالمي كان التالت ومن ضمنها الدول اللي تفكت عن الاتحاد السوفيتي والدول اللي كانت بتتبع سياسة الاتحاد السوفيتي السابق يا جماعة بالفهم لو سمحتوا دلوقتي بيقولك طيب بما يتميز النظام العالمي الجديد هو معلش قبل ما اقول بيتميز بايه السؤال النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة منفردة بزعمة العالم لوحدها فنتيجة انفرضها بزعمة العالم لوحدها تمام يبقى لازم ان هي تهتم بكل الامور والقضايا اللي موجودة في العالم يبقى بيتميز النظام العالمي الجديد بالشمولية تاني النظام العالمي الجديد بيتميز بالشمولية طب يا ترى بيشمل كم نقطة النظام العالمي الجديد اللي هيهتم بهم الدول الرأسمالية اللي بيشمل ست نقطة خير اللي اول نقطة بيشمل التكتلات الاقتصادية طيب تكتلات اقتصادية هناخدها ان شاء الله في الوحدة التالتة التكتلات الاقتصادية ومن ضمنها الاتحاد الاوروبي اللي كان في السابق اسمه السوق الاوروبية المشتركة ده تكتل اقتصادي يبقى تاني النظام العالمي الجديد بيتماز بالشمولية واول حاجة بيشملها التكتلات الاقتصادية اللي من ضمنها زي ما قلنا الاتحاد الاوروبي ومعاه منظمة التجارة العالمية واثارها على الدول اللي هي بنقول عليها معلومة عامة كده اتفاقية الجات اللي هي اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدول وتأثيرها اجابا وسلبا على العالم يبقى النظام العالمي الجديد بيهتم بدراسة بتاع التكتلات الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية اتنين تاني حاجة بيهتم بها النظام العالمي الجديد اللي بيتماز بالشمولية بيشمل الاحلاف العسكرية برضو هناخدها ان شاء الله في الوحدة التالتة الحلف العسكري يبقى مجموعة دول بتعمل تحالف عسكري ضد مجموعة دول اخرى وهنبقى نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله كما يشمل نقطة رقم ثلاثة الامن المائي والامن الغذائي وقضايا الطاقة في العالم وانتو درستو تعريف الامن المائي والغذائي في منهج تانية ادبي في العام السابق طيب رابع حاجة بيشملها بيشمل المنظمات الاقليمية زي جامعة الدول العربية والمنظمات العالمية زي هيئة الامم المتحدة طب هنا طب يطلع سؤال بيجيني سؤال اختياري من المنظمات الاقليمية ها انت عندك في نموذج بتاع نحنك عرب اللي هو جامعة الدول العربية ومن ضمن المنظمات العالمية هيئة الامم المتحدة كما يشمل النظام العالمي الجديد النقطة رقم خمسة بيشمل ايضا اثار التدخلات العسكرية وسادس واخر نقطة وانا اجلتها للاخر حشان نتكلم عنها حاجة اسمها العولمة قبل ما اقول بسرعة تاني يبقى النظام العالمي الجديد بيتماز بالشمولية حيث بيتضمن ستة نقاط اللي احنا قلناهم مع بعض هاجي الاخر نقطة العولمة العولمة دي بسرعة اربطها بانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم وارادة الولايات المتحدة فرض سياسة الرأس مالية على كل العالم ده فكرة بموسطة عن كلمة العولمة طيب التعريف اللي احنا مطالبين دي ما المقصود بالعولمة؟ العولمة اللي هي عملية تغيير الانماط الانماط جمع كلمة نمط والنمط هو الشكل او الطريقة تمام؟ عملية تغيير الانماط الاقتصادية والاجتماعية تقوم بها الدول الاقوى اللي انفرضت بزعامة العالم ها؟ تقوم بها الدول الاقوى لفرض هيمنتها اي سيطرتها على الدول الاخرى اللي هي الدول الانمية ها؟ وغيرها طبعا اللي كانت بتتبع سياسة الاتحاد السوفيتي وتشمل عولمة اجتماعية وعولمة اقتصادية نقولها تاني ها؟ يبقى العولمة عملية تغيير الانماط الاقتصادية والاجتماعية تقوم بها الدول الاقوى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى وتشمل عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية ده التعريف بتاع العولمة ودول مجالات الجغرافية السياسية زي ما اتفقنا أن كان في مجالات قديمة وظهرت مجالات جديدة نتيجة التغيرات اللي بيشهدها العالم في التلاتين سنة الأخيرة أو من بداية فترة التسعينات آخر جزء في الدرس التمهيدي حاجة اسمها الجغرافية السياسية والتقنيات الحديثة درستمتوا في السنة اللي فاتت واللي قبلها التقنيات الحديثة اللي هي دي بتنقسم إلى تلات أقسام استشعار من بعد وتقدم وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والأخيرة نظم المعلومات الجغرافية اللي بنقول عليها الجي اي اس جيو جرافيك انفورميشنز سيستيم طيب لو احنا جينا لأول نقطة الاستشعار من بعد خلي بالي انا قلت عندي في دلوقتي تلات مجالات في التقنيات الحديثة التقنيات الحديثة التلاتة السؤال بتاعهم المشهور بييجي وضح العلاقة بين اي حاجة في التلاتة والجغرافية السياسية او ما النتائج المترطبة على تقدم اي مجال في التلاتة ويسيبك تتكلم على هذا الشيء اول حاجة الاستشعار من بعد طيب استشعار بص بص الكلمة استشعار من بعد استشعار من بعد لو احنا بصينا هيقول لك النتائج المترطبة على تقدم وسائل الاستشعار من بعد طيب افكرك بالسرعة كده بتعريف الاستشعار من بعد زي ما درسته السنة اللي فاتت هو علم القياس او الحصول على معلومات عن سطح الارض بوسطة اجهزة ومستشعارات لا تلامس سطح الارض ده نظم المعلومات الجغرافية نظم المعلومات الجغرافية ادى تقدم نظم المعلومات الجغرافية الى اول حاجة نقول ادى تقدم نظم المعلومات الجغرافية والاجهزة التي تستخدمها الى أول حاجة توفير مرئيات فضائية حديثة عن الدولة اثنين توفير معلومات عن الموضوعات التي تهتم بها الجهرافية السياسية وهي الحدود السياسية الممرات الملاحية والمياه الإقليمية ومناطق النزاعات بين الدول الحاجة الثانية النتائج المترطبة على تقدم وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات أدى تقدم الشئ ده إلى سرعة تدفق المعلومات وأصبح العالم عبارة عن قرية كونية واحدة طيب الحاجة الأخيرة النتائج المترطبة على تقدم نظم المعلومات الجهرافية هابتدأ أقول له استفادت كل العلوم من تقدم نظم المعلومات الجهرافية ومن ضمنها الجهرافية السياسية طيب الجهرافية السياسية استفادت إيه؟ أول حاجة توفير خرائط تفصيلية دقيقة وحديثة عن الدول اتنين توفير معلومات وبيانات رقمية عن الموارد الطبيعية والبشرية واستخدامات الأرض مما يؤدي إلى التعرف على قوة أو ضعف الدولة الحاجة الأخيرة ساعدت نظم المعلومات الجهرافية متخذ القرار على اتخاذ قرارات سياسية سليمة اعتمادا على المعلومات والبيانات الدقيقة المستفادة من التقنيات الحديثة وبهذه النقاط أكون قد وصلت معاكم إن شاء الله لنهاية الدرس التميدي على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته